الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على أنس وأصالة طبعاً ما يعرف شو اللي صاير فأنس وأصالة نزلوا على قناتهم بالمنتدة هذه الصورة سببت الجدل فهوية من الأشخاص لاحظوا أنه هذه الصورة نوعاً ما كانت بين تفاصيل من أصالة نوعاً ما غير مرغوبة أو غير مناسبة للأطفال وهوية من الكومنتات اللي صارت تحجي بي على أصالة اللي يقولونها أنه قميص غير مناسب لأطفال وأشخاص يقولونها أنه قميص شفاف طبعاً يمكن نزلوا هذه الصورة ولكنهم ما كانوا من تبهين زين عليها أكون الصراحة حسنا شوية بالغة وعلكون يكتبون بالكومنتات هل تسحق التهجم أو لا وهل راجب يمسحوها أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن أسو تهجمها على آياتي فأسو نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي تقول بي أنه هي هواية تعبت من البداية أشخاص اللي يسيلوا عن السبب فأسو صورت مقطع ونزلتها واللي هو تحدي المرشيميلو واللي كان فكرتاً أنه صنعت أكبر قطعة مرشيميلو بالعالم ولكن حالياً اللي صار أنه آياتي نزلت هذا المقطع من يومين تقريباً وكان نفس فكرة مقطع أسو فالمتابعين بدل ما يتهمون آياتي أنه هي اللي قلدت أسو ولكن صار العكس فالأشخاص صاروا يتهجمون على أسو ويقولوا لها أنه أنت يتقلدين آياتي رغم أنه مقطع أسو تقريباً من ثلاث شهور ولكن من الواضح للمتابعين مركزوا على التواريخ المقاطع وصاروا يتهجمون بها على أسو ويقولون أنه هي تقلد فأسو طلعت بالسطوري حبت أنه توضح للناس القصة وتقول لهم أنه مقطع أي أقدم طبعاً كلامك كان جداً عادي وما كان بأي تهجم على آياتي وإنما بالعاكس قالت أنا كنش أحب محتواها وأنه عادي شخص يأخذه فكرة من الثاني بس حبت أنه تردع المتابعين أنا يكونوا أحطوكم هذه الستوري شوفوا حلو حبايبي شوكم شخباركم السلام عليكم بهذا الشكل بس وياكم موضوع ورورة أردحتي بي البارحة واحدة من اليوتيوبرز المبدعين نزلت فيديو تفكرت نفس فكرة فيديو أنا مسويتها قبل ثلاثة شهر ثلاثة شهر تسعين يوم حلو حلو ماكو شكار صراحة هو الفيديو يعني أنا سويت الشكل وهي سويت الشكل هي نفس الفكرة وعادي هو أصلاً يوتيوب ترى كل هيت اليوتيوب عبارة عن واحد يسوي فيديو مثل الثاني بس بطريقة خاصة هو هذا الشي اللي يميزني بين بعض صراحة شغله حل صراحة والله قهرتني بالنسبة لأنا حل اللي هي من البارحة واليوم تجيلي تعليقات على فيديو قبل ثلاثة شهر أنا منزلتي رقل شوية ثلاثة شهر انتي قلتتيها انتي قلتتيها زي أنا شو انقلت أنا حلو حلو هذا الموضوع لأن صراحة صار أكثر من مرة أكثر من مرة يصير لي هذا الشي مسوي فيديو قبل يوتيوبر معين مثلا قبل ثلاثة شهر أربعة شهر وهي تسوي ورايا والله وهذا الشي عاد بس التريقات انتي قلتتي انتي قلتتي ماذا أفتم أنا شو أنا مقلدة بس فهموني أنا شو أنا قلد واحد ومنزلتها قبل بأشهر بس والله حباي بكتبونا بالكومنتاج شو رايكم برد أسو على التقليد من هذا الكلام الخبر الثالث اللي عادنا على برهوم الماراوي يتهجمه على متابعين نورمار فبرهوم نزل على حسابه بلاي انستجرام هذا الستوري اللي قال بي إنه هذا الفلتر اللي حاطه يذكرني بمتابعين شخص معين والأغلب توقع انه بيقصد نورمار عليكم لنحطكم هذا الستوري شوفوا هذا الفلتر بيذكرني بناس بي دعموا شخص ديه آه 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 وبس والله يا حباي بكتبونا بالكومنتاج هل كان يقصد جمهور نورمار أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن نورستار وهل هي مرتبطة أو لا فنور نزلت على حسابها بلاي انستجرام هذول الستوريات اللي كانت تلعب هي واصدقاها لابت أسئلة أجوبة وكان لازم يجابون بسرعة فواحد من الأسئلة اللي جديهم هل هم مرتبطين أو لا وصراحة واضح من جواب نورستار انه هي فلا مرتبطة ولكن منستحية تقول عليكم راح تقوم هذالستوري شوفوها وركزوا بكلامها زين شو نيو أنا عزباء عزباء وعزباء والحمد لله أنا أنا لست ليش فضحت اصلا بتفضلوا القهوة والشاي وبسوا يا حبايب هنا وصانيحات المقطع تماما المقطع الجهو اتمنى تنسوا تضعوا لايك شركوا بالقناة شاناكم فيها لذلك من قناة مملكة القصص وبس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر